اشتركوا في القناة نبدأ وكما تعودنا بالاهداف المطلوب تحقيقها من درس اليوم الهدف الاول ان يتعرف الطلاب على مفهوم الانصهار الهدف الثاني ان يناقش الطلاب مفهوم الانصهار واهم اسبابه الهدف الثالث ان يتعرف الطلاب على مفهوم التجمد الهدف الرابع ان يقارن الطلاب بين الانصهار والتجمد الهدف الخامس والاخير ان يتعرف الطلاب على ملخص لتحولات التي تحدث للمادة نبدأ بمراجعة ما تم دراسته في الجزء الأول من الدرس اتعلمنا في الدرس اللي فات مفهوم الطاقة وجلنا أن الطاقة هي القدرة على بذل شغل أو إحداث تغيير اتعلمنا كمان مفهوم الطاقة الحرارية وجلنا أن الطاقة الحرارية هي مجموع طاقتين الوضع والحركة لجميع جزيئات الجسم اتعلمنا برضو مفهوم درجة الحرارة وجلنا أن درجة الحرارة معناها متوسط الطاقة الحركية لجميع جزيئات الجسم وجلنا كمان أن درجة الحرارة تعتبر مقياس لكمية الطاقة الحرارية التي يحتوي عليها الجسم إذا كان الجسم يحتوي على كمية كبيرة من الطاقة الحرارية يبقى درجة حرارته مرتفعة إذا كان الجسم يحتوي على كمية قليلة من الطاقة الحرارية يبقى درجة حرارته مخفضة وتعلمنا كمان ان الحرارة او الطاقة الحرارية بتنتقل دائما من الجسم الساخن الى الجسم البارد او بمعنى اخر من الجسم الاعلى في درجات الحرارة الى الجسم الاقل في درجات الحرارة اتعلمنا كمان مفهوم الحرارة وقلنا ان الحرارة هي كمية الطاقة الحرارية التي تنتقل من جسم الى جسم اخر ودايما زي ما قلنا ان الحرارة بتنتقل من الجسم الساخن الى الجسم البارد أو من الجسم الأعلى في درجات الحرارة إلى الجسم الأقل في درجات الحرارة اتعلمنا الحرارة النوعية وقلنا أن الحرارة النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة درجة واحدة مأوية ثاني الحرارة النوعية هي كمية الطاقة الحرارية اللازمة لرفع درجة حرارة 1 كيلو جرام من المادة درجة واحدة مأوية وجلنا كمان ان في نوعين من الاجسام بالنسبة للحرارة النوعية في اجسام حرارتها النوعية منخفضة زي الرمل بيسخن بسرعة ويبرد بسرعة في اجسام تانية او مواد تانية حرارتها النوعية مرتفعة فبتحتاج وقت عشان تسخن وبرضه بتحتاج وقت عشان تبرد تعالوا نبدأ بمفهوم الانصهار هنالك نتكلم على التغيرات اللي بتحصل بين حالات المادة وهنجسم التغيرات ديت لتلات انواع فيه تغيرات بتحصل ما بين الحالة الصلبة والسائلة وفيه تغيرات بتحصل ما بين الحالة السائلة والغازية وفيه تغيرات بتحصل ما بين الحالة الصلبة والغازية خلونا نبدأ بالتغيرات اللي بتبدأ بين الحالة الصلبة والسائلة يعني يا أستاذ التغيرات اللي بتحصل ما بين الحالة الصلبة والسائلة وإيه سببها احنا تعلمنا ان جزيئات المادة دائما في حالة حركة مستمرة لا تتوقف اما ان هي تكون مادة سائلة فالجزيئات بتاعتها بتتحرك بحرية وإما أنها تكون مادة صلبة في جزيئاتها بتتحرك حركة اهتزازية في مكانها وإما أنها تكون مادة غازية في الجزيئات بتاعتها بتتحرك بعشوائية أو بحرية تم في جميع الاتجاهات طيب إيه اللي بيحصل للمادة لما تكتسب كمية من الطاقة الحرارية لما تكتسب المادة كمية من الطاقة الحرارية بتزداد سرعة جزيئاتها وتزداد المسافات بينها وتبدأ الجزيئات تتحرك مبتعدة عن بعضها البعض وبالتالي تتغير حالتها بدى المكنهية بتتحرك اهتزازية في مكانها تتحرك بحرية اكبر وتتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة اللي بيحصل دوت بنسميها عملية الانصهار إبا لما بنجي نتكلم عن الانصهار معنى كده ان المادة يحصل لانصهار امتى؟ لما تكتسب طاقة حرارية طب ايه اللي بيحصل بالزبط في عملية الانصهار؟ هنقول عندما تكتسب المادة طاقة حرارية تزداد سرعة حركة جزيئاتها وتبتعد بعضها عن بعض وتتحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة تماما شباب؟ إبا لما نجي نتكلم عن الانصهار بيقول لي اكتسب الجليد طاقة حرارية وترتفع درجة حرارته كما في الشكل عشرة وعند نقطة معينة تتوقف درجة الحرارة عن الارتفاع مع ان الجليد ما زال يكتسب الطاقة الحرارية ويبدأ في التغير فيتحول الى الماء السائل يعني الجليد كان في حالته الصلبة اكتسب طاقة حرارية الجسيمات بتاعته بدأت تتحرك أسرع والجزيئات بدأت تبتعد عن بعضها فتحول من الحالة الصلبة الى الماء السائل في الحالة السائلة بيقول لي يسمى التحول من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة عملية الانصهار وتسمى درجة الحرارة التي يتم عندها تحول المادة من صلبة الى سائلة درجة الانصهار ودرجة الانصهار الجليد صفر سليزيس يبقى تعلمنا اول مفهوم في الدرس اللي هو مفهوم الانصهار يعني ايه انسهار يا استاذ يعني تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة طب كيف بيحصل ده استاذ تتحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة عندما تكتسب كمية من الطاقة الحرارية تجعل الجزائيات تتحرك بسرعة عالية وتبتعد بعضها عن بعض بدل مكانة الجزائيات بتتحرك حركة اهتزازية في مكانها وهي في الحالة الصلبة لا اكتسب الطاقة الحرارية صرعت شوية بعدت عن بعضها البعض فبدأت تتحرك بحرية وبجت في الحالة السائلة مفهومة شباب بيقول لي لتنصهر المركبات غير البلورية ومنها المطاط والزجاج بالطريقة نفسها التي تنصهر بها المركبات البلورية لأنها ليس لها تركيب بلوري ليتحطم كما أن هذه المركبات تصبح أكثر ليونة عند تسخينها كما يظهر في الشكل 9 الشكل اللي قدامنا دوت بيوررني الزجاج لما بينسخنه بيحصلين للزجاج لما بينسخنه مش بينصهر لا بيصبح أكثر ليونة ويسمح بتشكيله عشان كده الناس اللي بيشتغلوا بالحرف اليدوية بيجيبوا الزجاج وبيسخنوه على موقع زي اللي انتوا شايفينه دوت وبيبدأوا يشكلوا الزجاج وبيعملوا منه الكسات وبيعملوا منه الأشكال والتحف والحياة دي بيقول لي يبدأ الزجاج في الليونة تدريجيا عند تسخينه بدلا من انصهاره وتحوله إلى سائل ويستخدم صنوع الزجاجيات هذه الميزة في تشكيل الزجاج الشكل اللي قدامنا دوا بيوضح لي الأربع حالات اللي بيحصلوا للمادة أو الأربع تغيرات اللي بيحصلوا للمادة تعالوا نشوفوا مع بعض ونتكلم بالتفصيل عن كل حالة وبعد كده نشرح كل واحدة بالتفصيل زي ما اتكلمنا عن الانصهار لما يكون عندي كمية من الثلج في حالتها الصلبة اكتسب الطاقة حرارية بذل ما الجزائيات كانت متراصة ومقتربة بعضها من بعض ودرجة حرارتها مخفضة وبتتحرك ببطء وبتتحرك حركة اهتزازية في مكانها لا الجزائيات بدأت تتحرك بحرية وبعدت بعضها عن بعض وبدأت تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة العملية اللي حصلت دي اسمها عملية الانصهار طيب جزائيات السلج اللي تحولت من الحالة الصلبة للحالة السائلة وبدأت ما كانت في الحالة الصلبة سلج تحولت للحالة السائلة وبدأت قطرات ماء أو ماء لو جبناها وحطناها على النار وبدأنا نسخن عليها أزيد يعني بمعنى أصح بدأنا نخليها تكتسب كمية إضافية من الطاقة الحرارية يعني ديناها طاقة حرارية زيادة كمان إلا يحصلها هتبدأ الجزائيات تتحرك بحرية أكبر مما كانت عليه في الحالة السائلة وتبتعد أكتر بعضها عن بعض وبالتالي تتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية وتبدأ الجزائيات تفلت من بعضها البعض كده وتتطير في الهواء على شكل بخار ما وتتحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية العملية اللي حصلت اسمها عملية التبخر يبقى عندنا الثلج في حالة الصلبة كان بيتحرك حركة اهتزازية الجزائيات قريبة بعضها من بعض لما ادينا له طاقة حرارية الجزائيات بدأت تتحرك بسرعة أكبر ابتعدت بعضها عن بعض وبدأت تتحول من الحالة الصلبة للحالة السائلة وبدالما هي كان الثلج صلب أصبحت ماء سائل طب الماء السائل لما نحطه على النار هيكتسب كمية أكبر من الطاقة الحرارية وبالتالي هتتحرك جسيمته أسرع مما كانت عليه في الحالة السائلة وتبدأ تبتعد بعضها عن بعض لدرجة أن الجسيمات بتكتسب كمية كافية من الطاقة تخليها تنفصل عن باجة جزائيات وتتطير في الهواء على شكل بخار ماء وتتحول من الحالة السائلة للحالة الغازية والعملية دي اسمها عملية التبخر طب العملية العكسية للكلام ده لو أنا جبت بخار الماء اللي طلع من الماء اللي بتغلي ديت وروح تجايب لح زجاجي وحطته فوق الماء وهي بتغلي بحس أن بخار الماء يطلع من الماء اللي بتغلي يصطدم بلوح الزجاج البارد إلا يحصل أو غطى الحالة اللي بتطبخ بها والدتك في البيت أو أي أن كان إلا يحصل في الحالة دي هللاقي أن بخار الماء لما اصطدم بلوح الزجاج البارد بدأ يفقد الطاقة الحرارية اللي اكتسبه هو بيغلي طب لما فقط طاقة حرارية حصل إيه؟ بدأت الجزائيات بتاعته بدأت المكانت بعيدة عن بعضها البعض وبدأت تهرب وتتطير في الهواء لا بدأت تفقد طاقة حرارية وتتحرك بسرعة أقل بدأت تقترب بعضها من بعض طب إيه اللي هيحصل في الحالة دي هيتحول بخار الماء من الحالة الغازية بدأ المكان بخار ماء هيتحول إلى قطارات ماء تلاجي قطارات ماء تكونت على لحو الزجاج كده والعملية دي بنسميها عملية التكثف يعني التكثف عكس التبخر يعني إيه الكلام ده؟ يعني التكثف معناه تحول المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة بنخفاض درجة حرارتها طيب كمان لو جبنا الماء السائل اللي تكون ده وروحنا حبناه في طبق وحطناه في الفريزر إيه اللي هيحصله في الفريزر هيبرد يعني هيفقد كمية أكبر من الطاقة الحرارية وبدأ المكان هو ماء سائل هيتحول مرة تانية لثلج في الحالة الصلبة إيه اللي هيحصله؟ فقط طاقة حرارية الجزائيات اقتربت بعضها من بعض بدأت تتحرك ببطء شديد لدرجة إن هي جربت من بعضها ولسجت في بعضها وتحولت لقطع الثلج وفي الحالة ديك تحولت من الحالة السائلة للحالة الصلبة بدأ المكان الجزائيات بتحرك بحرية بدأت يا دوبك جادرة تتحرك حركة اهتزازية في مكانها العملية اللي حصلت دي اسمها عملية هي اسمها عملية التجمد يبقى المادة بيحصل لها أربع تغيرات تجمد عكس انصهار تبخر عكس تكثف تماما شباب؟ يبقى التجمد زي ما قلنا يسمى التغير من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة عملية التجمد ويحدث في سوائل المواد التي تكون بلورية في الحالة الصلبة فعند تبريد السائل يفقد جزءا من طاقته الحرارية لذا تتباطع حركة جسيماته ويتقارب بعضها إلى بعض أكثر فتزداد قوة التماسك بين الجسيمات ويبدأ تشكل بلورات المادة الصلبة وتلاحظ في الشكل العشر أن عملية التجمد عكس عملية اللي انصهار زي ما شفنا في الشكل اللي فات ويطلق على درجة الحرارة التي يتم عندها تغير حالة المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة درجة التجمد ودرجة انصهار المادة الصلبة هي نفسها درجة التجمد فدرجة انصهار الجليد هي نفسها درجة تجمد الماء السائل وهي صفر سليزيس بعد كده بيقول لي تبقى درجة حرارة المادة في أثناء عملية التجمد ثابتة ولأن الجسيمات المادة في الحالة السائلة طاقة أكبر مما في الحالة الصلبة فإنها تقوم بإطلاق الطاقة للوسط المحيط وبعد تحول المادة إلى الصلابة تبدأ درجة الحرارة في الانخفاض أكثر إذا استمرت عملية التبريد بكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا تعالوا نعمل ملخص سريع لعمليتين اللي احنا خدناه من النهاردة اللي بيحصل فيهم تحول ما بين الحالة الصلبة والسائلة اللي هم عملية الانصهار وعملية التجمد نبدأ بمفهوم عملية الانصهار المقصود بعملية الانصهار هي عملية تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة حرارتها مفهوم درجة الانصهار هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة عملية التجمد المقصود بها تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بانخفاض درجة حرارتها المقصود بدرجة التجمد هي درجة الحرارة التي يبدأ عندها تحول المادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة ونضيف معلومة بسيطة ان درجة تجمد الماء هي هي درجة انصهار الجليد هي صفر سيليزيس في النهاية اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط واتمنى يكون كل الطلاب استفادوا من الدرس اتمنى الكل يشارك في حل وراجل عامل على المنصة في المرفقات بتاع المادة والواجبات اللي بتتضف في المنصة الإلكترونية وفي النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة